في اعتقادي انه هذا الاصل الاول الذي نعتقده او كما قلت هذا التعبير الاعتقاد تعبير مشكك لا يروح الى ذهنكم عندما نقول نعتقد يعني يوجد عندنا يقين بالمعنى الارصطي مباما اساسا ان شاء الله في ابحاث اخرى سنبين لم يقم اي دليل عندنا في نظرية المعرفة ان الاعتقاد لا بد ان يكون يقينا اورصطي بل حتى يكفي الظن والاحتمال في الاعتقاد هذا بحثه ان شاء الله في محله الان تأثرا بالمنطق الاورصطي والفلسفة الاورصطية نحن عندما نسمع عنده علم عنده يقين يعني المانع من النقيض الجزم المانع من النقيض اليقين الاورصطي اللي فيه اركان متعددة لا عزيزي القرآن لم يستعمل هذا على الاطلاق كما اشرنا في بحث الامس باللغة الفارسية ان شاء الله تعالى عندما نقول يجب الاعتقاد انا عندما اقول بانه اعتقد لا يتبادر الى ذهنكم بانه مراد من الاعتقاد يعني اليقين ماذا اليقين المنطقي نعم بعض القضايا قد يوجد فيها يقين منطقي ولكنه ليست كل القضايا الاعتقادية واليقينية بل القرآن في موارد عديدة عبر بانه يظنون مولانا يظنون بالمعاد ولا محذورة في ذلك وان كان انتم فسرتم الظن بمعنى اخر لا القرآن صريح يقول يظنون كذا انا الان بصلاة